بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مشاهدين العزاء في نافذة جديدة من الجزيرة مباشرة من هنا من الحدود تركية السورية وتحديدا من معبر باب السلام على الحدود السورية خلف هذا المعبر لدينا أكثر من سبعين ألف نازح ينتظرون الدخول إلى داخل الأراضي التركية منذ أسبوع تقريبا وهؤلاء النازحين خلف هذا المعبر ينتظرون قرار المحكم قرار الأتراض من أجل الدخول إلى داخل الأراضي التركية إذن وخصوصا تذامن هذا بقدوم أيضا وزيرة الخارجية الألمانية ميركل إلى تركيا أيضا بشأن هؤلاء اللاجئين الذين يقتنون خلف هذا المعبر لدينا مأساة حقيقية بالنسبة لوضع النازحين الآن السوريين عشرات الآلاف خلف هذا المعبر هم يعتبروا محاصرين داخل الأراضي السورية لا يمكن الوصول إليهم من خلال عن طريق إدلب أو حتى ريف حلب الغربي هذه الأماكن تعتبر هي مسيطرة عليها من قبل قوات الجيش النظامي السوري وأيضا وحدات الحماية الشعبية الأكراد إذن هذه المنطقة خلف هذا المعبر تعتبر هي محاصرة مطوقة بشكل كامل فقط هذا المعبر الوحيد الاتجاه الوحيد هو اتجاه تركيا الذي يمكن لهؤلاء النازحين أن يعبروا إليه إذن نحن هنا الآن نقف أمام المعبر التركي هنا طبعا الجميع بانتظار أن يقوم الإتراك بالسماح لهم بالدخول داخل الأراضي التركية إذن أعزائي المشاهدين أيضا بالأمس سقط طفل ضحية هذا النزوح طفل صغير مات بردا داخل هذه الحدود بسبب البرد طفل صغير مات لدينا هنا إحدى المنظمات الإنسانية السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك منظمي إنساني مؤسسة الرسالة الخيرية للإغاثة الإنسانية حضرتك شو قدمت لهذه النازحين اللي جوا قدمنا 500 خيمة لمخيمات بنيناهم في الزيتون قدمنا حوالي 400 فئة قدمنا 2000 حرام قدمنا 50 طون حطب والحاجة كبيرة الحاجة كبيرة جدا جدا يعني أنتوا عطيتوا الخيم على أساس أن هذون النازحين رح يبقوا داخل الأراضي السورية؟ بالوقت الحال إصعافي لأن الأطفال مثل ما أخبرت أني صار شخصين يموتوا في شخصين صار لحد الآن يموتوا الأوضاع سيئة جدا التقدم الميليشيات الشيعية مما أدى إلى هجرة الناس بشكل كثيف يعني والناس واركة على الحدود عزازة متلأت ناس بالشوارع الناس تنام بالشوارع الناس تنام بالعراء مثل ما شفت إذا بالمخيم ما بالسلام الناس سايمة على الأرض ما في لا سفنج ولا في حرامات ولا في غطاء ولا في أي شيء ويهم طيب ما في أي يعني ما سمعتوا شيء من جهة الأتراك ما أخبروكم شيء أنه ممكن يقوموا بإدخالهم لجوة والله أخدت الأتراك الله يجيهم الخير عم ساعدوا الناس عم ساعدوا الجمعيات مثل إيها ما شاء الله ما يخسروا لهم دور كبير ودور فعال جدا بس النزوح الكبير بحاجة إلى الدول ولا حاجة منظمات منظمات ما عم تحصل تغطي شيء ما تحصل تغطي بحاجة الدول تتمنى الأمور هاي طيب برأيك قد يستمر الوضع هكذا ولماذا نزح الآلاف إلى هذا الشريط الشريط هذا أأمن شيء لأنه تقدم الميليشيات الشيعية والطيران الروسي يحرق الأرض والحجر والبشر ويمهد كل شيء يمهد كل شيء أمامه يعني ما ظل لا أشجار يحتحتمي فيها الناس ولا بيوت يعني عمهد قدام الميليشيات الشيعية بتغطية نارية قوية جدا جدا قدمته 500 خيمة هل هذه خيم تكفي للنازحين لحد الآن في 2500 عائلة مسجلة على الدور على خيم على خيم حد الآن مسجلة على الدور يعني إلى الآن لا يوجد هناك إلى الآن يوجد هناك ناسهم بالعراء في 2400-2500 عائلة بالعراء نيمين بالعراء لا خيام ولا غزاء ولا ماء ولا حمامات ولا في أي شيء يوقيهم من البرد شكرا كتير لكم حياك الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم إذاً عزياء المشاهدين كما سمعتم إلى الآن هناك 2500 عائلة تنتظر فقط الخيام هم قاموا بتوزيع 500 خيمة وأيضا الإيهها قامت بتوزيع عدد من الخيام إذن العدد الآن فقط الذين هم ينتظرون دورهم بالخيام 2500 عائلة تنتظر دورها بالخيام 2500 عائلة من المؤكد أن العائلة تحوي عدة أفراد وليصبح هنا الرقم الصعب وهو الأعداد الزائدة إذن أعداد كبيرة جدا من النازحين السوريين لجأوا إلى هذا المكان وهو معبر باب السلام مع تركيا يتزايد العدد في كل قصف جديد من الطيران الروسي على قرى ريف حلب الشمالي كما ذكرنا يعتبر الآن ريف حلب الشمالي هو محاصر بشكل كامل من قبل القوات الروسية ومن قبل الطيران الروسي هم محاصرون في السماء والأرض من قبل الطيران الروسي والميليشيات التي تساند قوات نظام الأسد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر على معبر باب السلام من جهة تركيا نستضيف أيضا أحد الأشخاص من نفس المؤسسة الذين هم أيضا كانوا داخل الأراضي السورية الآن هم منظمات إغاثية وقاموا بتوزيع بعض كيف تجد لنا الوضع في الداخل؟ أنت هنا كنت قبل قليل في الداخل كيف وجدت لنا الوضع؟ الله يا أخي الوضع مزري حسبنا الله ونعم الوكيل يعني عائلات أشخاص نساء وأطفال لأغلبية بأراضي زراعية يفتر شوة لا تحميهم ولا تقيهم من البرد شجرة قل خليل الخيام توزعت لكن في طلب كبير غير كافية لأنه القصة ما عادت قصة لا منظمات ولا هيئات قصة قصة دول إما يعني يكون الدعم بدعم دولي لأنه المنظمات على ما أعتقد لاست كافية حاليا أنا هيدا المنظمات لن تستطيع كفاء هؤلاء بأكل مشرب خيام لن تستطيع برأيك؟ والله يا أخي هاي أنت منظمة يعني هاي الأعداد بدأ دولة يعني بدأ دولة هاي بسبب الأعداد الهائلة الطيران الطيران الروسي يعني عم يحرق الأخضر والليابس فما في نقول لك أنه عيلة ممكن تتم أو عيلتين تمت بالمنطقة اللي عم يقتحموا والميليشيات الطائفية الإيرانية يعني الشيعية طيران بهم أحد وهن بيقتحموا ما تم عائلة بالريف الشمال من نبل وزهراء وإنت جاي للساتة بمنطقتها الأغلبية نزحوا على الحدود حاليا أي ما يعادل 2500 عيلة أي ما يعادل 15 ألف شخص هنا على الحدود كلها تهيواء في حاليا فيعني الله المستعان على كل حال نعم يعني هل يزداد عدد النازحين في كل يوم؟ والله يا أخي بعد اليوم الصبح بعد التمهيد الكسيف من الطيران على كفرناية يعني ما تم حقا بالمنطقة بكفرناية ولا عائلة ولا شخص غير المرابطين يعني وهذا الحقيقة وكل ياته يعني عم يجع الحدود والمعبر ما في أمل ممكن أنه يفتح يعني ما سمعته شيء من جهة تركيا؟ لا ما في أي تصريح لحده يعني منهم بالداخل ماذا يريدون؟ هل يريدون الدخول إلى تركيا أم يريدون خيام والجلوس داخل الأراضي السورية؟ يا أخي اللي بده بالداخل حاليا على الحدود بده يدخل بده يتقاوى في عندهم أطفال العائلات كلها ياته أطفال هاي كلها ياته مبارح حالتين وفات بسبب البرد يعني مبارح حالتين وفات تخيل الإنسان بموت من شدة البرد والله يعني الوضع مزري أد ما بحكي لك أنا حاليا لكن الوضع حاليا على الحدود هو فوق ما تتصور بس لو تدخلوا المناطق على شريط الحدود وتطلعوا على العائلات المتواجدة حاليا جوا أنا هاي دخلتي بعد ما تقريبا 2500 طون دخلنا من التمر حاليا لكن هات شي غير كافي غير كافي عشرين الف طون دخل مبارح دخلنا رجعنا دخلنا لكن يعني متل ما خبرتك ورجع بقول لك الوضع غير كافي لأنه تكفي هاي العائلات العائلات التقديم اللي تقدمته المنظمة حاليا ب500 خيمة بس يعني 500 خيمة ما بتصاوي شي كما قال لك يعني في 2500 عائلة تنتظر ما بتصاوي أي شيء والمعبار يعني والحدود شوفت عينك مسكرة ومستحيل أن أحدا فيه يدخل شكرا كثير لك حياكم الله ميت أهلا حياكم الله ميت أهلا إذن عزاء المشاهدين إلى الآن يبدو أن الصورة غير واضحة تماما يبدو أن الصورة غير واضحة هل سيقوم الأتراك بإدخال هؤلاء النازحين إلى داخل الأراضي التركية إذن كما سمعنا بعض المنظمات قالوا بأنهم قاموا بإدخال التمر أطنان من التمر أيضا قاموا بتوزيع الخيام لكن كما قالها هذا الشخص هو من أحد المنظمات بأن هذا لا يكفي والموضوع دول يحتاج إلى مساعدة دولية أممية حتى يقوموا بمساعدة هؤلاء النازحين السوريين الذين هم داخل الأراضي السورية يعتبرون محاصرين بشكل كامل من كافة الاتجاهات طبعا هم مطوقين من قبل نظام الأسد وتنظيم الدولة ووحدات حماية الشعب الكردية هم فقط المنفذ الوحيد هو هذا المدخل وهو المدخل إلى داخل الأراضي التركية ترجمة نانسي قنقر 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 مع أعزائي المشاهدين مع كل ازدياد للقصف الروسي على كافة مناطق ريف إدلب وريف حلب تزداد أعداد النازحين الذين يأتون إلى هذه المناطق عندما كان فقط القصف السوري كان هناك أعداد من النازحين هجروا تم تهجيرهم من قرآهم لكن مع دخول الطائرات الروسية يزداد العدد بشكل كبير جداً وكما شاهدنا فقط خلال يوم واحد نازحة خمسون ألف نازح إلى هذا المكان خلف هذا المعبر ويزداد العدد بعد ثلاث أو أربعة أيام ليصبح سبعين ألف نازح هنا على الحدود مع تركيا طبعاً كما ذكرنا لا يمكن كما علمنا من الجانب التركي لا يمكن إدخال هؤلاء النازحين بشكل فوري ومباشر دون الأخذ بالاعتبار إلى عدة عوامل لدى الأتراك إذن قامت هذه عدة هيئات إغاثية منها إيهاها ومؤسست الرسالة وغيرها بإدخال مساعدات إلى داخل الأراضي السورية قاموا بإعطائهم عدد من الخيام أعداد كما قال أحدهم بأن أكثر من ألف وخمسمائة عائلة تنتظر دورها باستلام هذه الخيام إذن أعزائي المشاهدين وضعناكم في صورة ما يجري هنا على معبر باب السلام مع سوريا نترككم مع الصورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليوم قامت الطائرات الروسية بقصف عدة قرى في ريف حلب الشمالي وايضا في ريف ادلب وفي جبل الزاوية سقطت خلال هذا القصف عشرات القتلى والجرحى عدد كبير من الجرحى وصل الى الحدود السورية التركية وعدد هو لا يزال داخل المشافي الميدانية اذا مع ازدياب القصف الروسي يزداد عدد النازحين على الحدود مع تركيا شكرا جزيلا لكم مشاهدين ونعود الى الزملاء في الدوحة